اهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والمترجم الجزائري دكتور ياسين بن عبيد تابعوا حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعدها نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد تفاحة الصهيل يا نسمة الصبح الجميل أشرقي يا مهرة تأبى الهوان تهوى الوغى وتعشق الأبطال والفرسان هيا أقبلي مثل نسيم باسم الثغر فتشعلين في الصدر رحيق حلمنا لم يتبدد بسيوف الغادرين هيا يرسميني مثل نسر باسق يهوى العلا ويعشق الشمس ويحنو في الزرى على اليمام وسقي فمي ماءا وشهدا وسقي فمي ماءا وشهدا وخذي تفاحة الصهيل من دمي وقشريها بنصال الوجد وارقبي شعاع الفجر وانثري مجازك العلي مثل در واسكبي في راحتي شهد الكلام وأشعلي جمر القصيدة التوارث خلسة خلف زحاف الطي في بحر الظلام فالليل سادر تمطى بظلامه وظلمه يعانق الجرادة مثل الخب في ظلال خذنه دنى وأشعل الزمان والمكان نارا ولضى وسقي فؤادي وسقي فؤادي من شفاه الياسمين رشفة قصيدة تقلق حيتانا تشق البحر تيها ليمر يختها امرأة القرصان وأيقظي نرجسة الفجر لتشهد عتاق ظلنا يشدو ترانيم الزمان القادم يرنو يرنو لديمة تموج في أقبية دامسة تسلمها إلى سراب ورمال سنرتقي سنرتقي نرافق الغمام والربا صوب ضفاف العشق والحبق حيث العنادل الضواري ترفع العشق لواء شامخا إذ سيجو أفضية البلاد بالحب وبالزناد تزرعها وردا وقمحا تناثرت ظلاله من أنجم لا تبرح فردوسها وتركل السمسار والمال وسيف القرصان تعبئ الحلم وبعض القمح في جرار فخار ضحى ترسلها إلى ضواح القلب كي تفيض بالحب وبالحب وبالأمل فينتش الزيتون والقمح وياسمينة تطل كالعروس من شرفة حلمها بيضاء بيضاء تسر الناظرين مثل ندا نيسان يبهج النظر ويسجد النجم ويسجد الشجر قالت لظلها أوجعت قلب الأغنيات الواعدة أوجعت قلب الأغنيات الواعدة جرحت إكليل الزمان صرحت فرسان الوغى مهلا بنا نعيد ترتيب الزمان الصامد صمت كبير فاضح هنا صمت هناك موجع صمت يلفه الصدى يرضع من أوردة الملح الرماد قال لها نستنطق الصدى إلى أن ينطق الصمت أو الردى والتزرع خمسا وجيمات على هد بالمدى وأرسلي نايا مع الريح ورمحا صائبا فتسكن السهول والربى وتفرح القطى يرجم قرصان الزمان القاتم تجري السفين في ظلالنا كما تشاء ريحنا أمواجنا تعلو بنا تموج المياه والهوى تموج المياه والهوى تحرق الأحجار والأسماك في النهر فماء النهر راكد ماء النهر راكد ماء النهر راكد شكرا لكم بعد هذه الجولة في رحاب القصيد الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي أسعد الله أوقاتكم القاصة الأردنية رواند الكفارنة اليوم أنا معكم لأتحدث عن كتابي للأشياء أسماء أخرى سئلت لماذا للأشياء أسماء أخرى؟ قلت لأن النساء بالعادة يسمين الأشياء بغير أسمائها لأن الأسماء الحقيقية قد تبدو واقعية أكثر مما يجب فنحن نسمي شعر البنات غزل البنات بشعر البنات وغزل البنات وهو مجرد غيمة سكرية نسمي خوفنا مجرد حياء فالمرأة مطالبة أن تقول أشياءها بطريقة مواربة أردت أن أستخدم كيد النساء في التعبير عما أريد مجموعة قصصية هي الأولى وهي الأغلى على قلبي وقد تكون الإبن البكر وهي المغامرة الأولى للقفص عن جرف التعبير عما أريد وقول ما أريد في هذه المجموعة تحدث إلى النساء المهمشات تحدث إلى النساء القويات كنت قوية عندما أردت واستخدمت كل حيالي لأكون ضعيفة عندما أردت تحقيق ما أريد هذه مجموعة تقول بأن المرأة قادرة على أن تصنع فرقا إذا أرادت وهي ضعيفة ليست بطبيعتها بل بإرادتها هذه مجموعة تقول لكم بأن أجزاء القلب التي تكسرت في كل هؤلاء النساء تجمعا وأصبحنا واحدة هي كاتبتها أردت أن أشارككم بعض من أحزان وأفراح وقوة وضعف وانتصار بعض النساء اللواتي تركت جزءا مني صغيرا في كل منهم أتمنى لكم أن تجدوا فيها ما بعضا من كنوزي وأسراري التي وضعتها في زوايا هذا الكتاب الخط العربي هذا الفن الجميل أبدع مجموعة من الخطاطون وقدموا لنا نماذج جميلة كانت له مساحة جميلة في حلقة هذا اليوم أعزائي المشاهدين عدنا إليكم في فقرة جديدة تتعلق في موضوعنا الذي تحدثنا عنه سابقا وهو عن الخط الديواني الخط الديواني كما أسلفنا خط من الخطوط الجميلة ومن الخطوط اللي نتعامل فيها يومين في حياتنا اليومية في هذه الفقرة سنكتب أحرف خط الديواني طبعا بسبب ضيق الوقت وعدم توفر وقت كافي لن نكتب هذه الأحرف بإسقاطات يعني بدون ميزان بس لكن للتعريف للإخوة المشاهدين أو المبتدئين أو المشاهدين بشكل عام عن جماليات هذه الأحرف اللي تحدثنا عنها الآن سنحضر ورقة بهذا الشكل ورقة عادية ملونة أنا جهستها مسبقا أعددتها مسبقا سأكتب الآن في قلم معدني يعني هذا القلم من اللوء إقلام اللي يعاد تعبئتها سريع على الكتابة وسنقوم إن شاء الله بكتابة الأحرف المفردة من الألف إلى الياب في بعض الأحرف رح أقوم بتكرارها يعني مثلا الألف لعملية تكرار الهدف منها هي تبيان أشكال الحروف يعني خيارات الأحرف يعني الأحرف مثلا الألف المفردة ممكن يكون لها شكليا ألف مفردة ومرسلة وهكذا فلذلك إن شاء الله سنقوم بكتابة هذه الأحرف أمانكم وسنشوف إن شاء الله النتيجة جميلة نبدأ بحرف الألف لاحظوا التقوسات في الحرف حرف الألف يأتي على شكلين مثلا حرف البا هذا حرف البا يأتي منه شكليا الشكل القصير طبعا هذا يمكن اعتباره حرف با أو تا أو تا يعني بنفس الشكل الآن البا التا هذا يمكن أنه يكون مرسل بهذا الشكل نكمل حرف الجيم طبعا دال أو ذال را سين نلاحظ إنه حرف السين لها شكلين النقطة هنا متصلة ضاد طا طاف هو مفروض الفاء بس لكننا سبقنا شوي نكتب الفاء بهذا الشكل حرف الكاف لام ميم نون هو أكثر من شكل طبعا ممكن حرف لها نكتبه بشكل متصل تقريبا هذه الحرف العربية تقريبا 27 حرف كتبناها بخط الديواني شرحنا فيها يعني أو أظهرنا فيها جماليات هذه الحروف بشكل سريع بحيث تتحقق الفائدة للجميع نشكركم على حسن المتابعة وننتظركم في فقرة أخرى وشكرا لكم أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والمترجم الجزائري الدكتور ياسين بني عبير فاسمحوا لي أن أرحبوا ضيفي أهلا وسهلا بك دكتور ياسين ضيفا على فضاءات وعلى الرافدين ومرحبا بك أهلا وسهلا ومرحبا أنا ممتن كل امتنان لهذه الفرصة لأطل من خلالها على بلد أحبه الأردن وعلى بلد أحببته وأحبه وسأحبه العراق بمختلف مشكلاته ومكوناته بالخصوص المكونات الثقافية التي كبيرنا عليها من البدايات الأولى من بدايات التمدرس الأولى ونحن على الكون العراقي مقبلون حدثتك في الكواليس أني درست على جملة من الأساتذة العراقيين تركوا فينا بصمات عميقة وعميقة جدا وما أدركت خطر تلك البصمات إلا مع سيرورة العمر انتهاء إلى اللحظة التي أنا فيها مرحبا بكم نحن أيضا محب الجزائر ولها مكانة عميقة في قلوبنا في قلوب العراقين وقلوب الشعب العربية جمعا بداية حضرتك الآن في زيارة إلى الأردن الشقيق نعم يبدأ أن نطلع على طبيعة النشاطات التي تشارك فيها عبر هذه الزيارة زيارة الأردن هو المقدم إلى الأردن كان خياريا لأنه كان بالإمكان أن نذهب إلى أمكان أخرى لأن الجامعة الجزائرية تمكن الأساتذة الباحثين من إقامات في الوطن العربي وحتى في الغرب يذهب الباحثون حيث شاءوا وكان الخيار للشخص فمن غير تردد هذه المرة اخترت الجهة التي أحط الرحالة بها الأردن لجملة من الاعتبارات أولا لأنه بلد عرفته إلى حد الآن إلى قبل المجيء معرفة ذهنية ومعرفة عن سمعة من خلال بعض الأشخاص الأكاديميين المرموقين ومن خلال ما قرأنا على هذه البيئة الآن جاءت الفرصة لأن لأن نحط الرحال هنا ووجدتني على لسان قول صاحبي القديم فألقت عصاها واستقر بها النواء كما قر عينا بالإياب المسافر جميل 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 وهيأت نفسي إلى أن أستوثق من بعض الأمور الأكاديمية لعلمي بخصوبة المكتبات الجامعية بالأردن وطبيعة الجامعات الأردنية على رأسها الجامعة الأردنية وكانت جامعة اليرموك مرشحة إلى أن أذهب إليها لكن هذا إلى الآن لم يتح كان نكتفى بالجامعة الأردنية وبيني وبينك وجدت غاية هناك أولا الاستقبال وطريقة الاستقبال تحديدا في كلية الأداب واللغات وتحديدا في قسم جميل إذن هو عرف ددى الجامعة الجزائرية يعني تعطي فسحة للأساتذة والأكاديمين فيها عرف نعم هم يتحملون نفقات السفر كل شيء جميل كل شيء كل شيء وأنت يقع على عتقك كأن تنسق مع الجامعات التي تزورها في البلدان التي تزورها نعم نعم هو التقليد كان هكذا وهذا هو الجديد هذه المرة ويمكن فيه شيء من المباركة الإلهية نعم هو أن الجديد هذا لن نقيد مثلا برسالة استقبال أو بضمان جهات استقبلنا وتضمن أننا نأتي إليها ونوثق هذا المجيء إلى آخر هذه المرة هذا الشرط سقط تذهب إلى حيث شئت وأنت لست مطالبا بشيء لأنه واضح لابد أن تكون الثقة بالأستاذ الأكاديمي إذن هي زيارتك الأولى للأردن هذه للأردن نعم الأولى جميل ورتبت مع الجامعة الأردنية لما أرتب صدقني ذهبت إليه مع العفو واستقبلته كأن الأمر مرتب ولم يكن مرتبا وهذا الذي أريد بل أشتهي أن أصوره لك طريقة الاستقبال والاحتفاء بالمواطن العربي وحتى لك أنك في بيتك وبين أهلك ثم الغنيمة الحقيقية هي الوقت الذي قضيته في المكتبة ووجدت مكتبة الجامعة مكتبة الجامعة تركيبة المكتبة وتعداد تعداد موادها تضعه للأردن وساما على صدرها والمواطن العربي كله يعني اللي يأتيها إذن ليس هناك جدول مسبق للزيارة لا أو منهاج لا لا هو خيار البلد وتعين البلد الذي نحن إليه يذهبون يعرفون هناك أننا جئنا إلى الأردن هذا هو المطلوب والباقي على راحتك يعني أو المشاركة الأولى ذهبت إلى الجامعة الجامعة الأردنية نعم هل حصل تنسيق على نشاطات مقبلة مع الجامعة أم فقط زيارة كانت أظهر الرغبة في هذا لأن كانت هناك جلسات في الكواليس مع نخب هناك وأتشرف أني تعرفت عليهم بالخصوص في قسم الأدب فيهم المختص في الأدب القديم والأدب الحديد فيهم المختص في النص الشعري في التوجهات المعروفة في الفضاء الجامع العربي وبناء على مكان من تناول فاخترحت مشاركات قادمة معناها من الطرفين يعني ذهاب وإياب وأتمنى أن يحصل لذلك جميل بالتوفيق إن شاء الله أمين إن شاء الله هناك نشاطات ثقافية جزائرية نشهدها عبر وسائل تواصل الإلكتروني بداية بيودي أن نفتح نافذة من خلالك لنرى كيف هو المشهد الأدبي في الجزائر المشهد الأدبي في الجزائر لست أدري هل ينسجم مع سائر المشاهد العربية أم يختلف معها لا علينا فهو على كل حال يشهد نوعا من الخصوبة وأحيانا يصعب التحكم في هذه الخصوبة لأن على مستوى الكتابة هناك أقلام كتبت ومزالت تكتب وبعضها انطفاء بما يعني أن هناك أقلام أخرى ظهرت من الجيل الجديد والسهولة التي وجدتها الأقلام الجديدة الانطفاء الذي تحدثت أنه هو انطفاء ذاتي أم هناك ظروف محيطة بالكاتب يعني اضطرته أن ينطفل بعضها ذاتي وبعضها موضوعي إذا صحت العبارة أما الذاتي ففيه ناس كبروا في سن وانصرفوا عن المشهد والاعتبارات أغلبها شخصي كما قلنا وفيه بعض أسباب الانطفاء يعود إلى الواقع لأن فيه ناس كتاب كبار وأدباء كبار ونقاد كبار ولكنهم صرفوا لأنهم لم يجدوا من الأسباب ومن العوامل التي تسعف في البقاء حيث كانوا الأقلام الجديدة هل أخذت مساحة يعني عوضت هذا الفراغ لمن انطفى أو لمن غاب أو لمن انشغل بالغروف الحياة الأخرى لا أعتقد لا أعتقد على كل حال بمفهوم النوع فهناك أسماء نوعية وحتى وهي جديدة وشابة وفي طريقها إلى الشهرة وإلى الإيجادة في كتابة فيه ناس لكنهم للعدل قليلون يعني بهذا الاعتبار الجانب الآخر هو الغالب للأسف الشديد وأتوجس أنهم بالسرعة التي اشتعلوا بها سينطفئون بما يعني أن هذه المنطقة وهي منطقة ظل ستبقى كذلك إلى أمد إذا لديك تحفظات على بعض الأقلام التي ظهرت الآن أقول لك شيء أستاذ نحمد الذي أعانهم على هذا هو ما هو جديد على الجزائر على الفضاء الجزائري الآن سهولة النشر سهولة النشر أحيانا لا رقيب ولا حسيب أو ربما الفوضى التي خلقها هذا التواصل الإلكتروني حتى في التقاليد القديمة فما كان غير متاح في السابق بالنسبة للأجيال السابقة منها جيلي ما لم يكن متاح لهم أن يكتبوا وينشرون ما يكتبون الآن متاح لكل واحد تراوده نفسه وتسول له نفسه أنه كاتب وماذا بك كاتب كبير له الإمكان أن ينشر يكفي أن يكون له فلوس يدفع ثمن يطبع عمله ويخرجه بالطريقة التي يراها مناسبة هذا على حساب الإبداع في وقع الحال ومن حيث بلغة التجنيس الأدبي هذا يصدق على الشعر يصدق على القصة يصدق على الرواية يصدق على النقد فبقدر ما تقرأ أعمالا نوعية وهي قليلة تقرأ كذلك الأعمال غير النوعية نعم بغير ما تصادف إذا حسنا حظك مثلا رقما مهما في المعادلة الإبداعية وشخصا محترما وقلما كبير تصادف كذلك النوعية الأخرى التي ترافقها أسمح لي على اللفظ كثير من الانتهازية وكثير من الوصولية وفوق هذا يضاف إلى هذا ولعله الأهم هو على مستوى التسويق تسويق الكتاب لأمن الكتاب لما يصدر حتى وإن تكلف أصحابه في نشره إلى آخره سيجدون صعوبة في إبلاغه المترقي في التسويق لغلاء الكتاب نعم بدي أن حقيقة نقف على جانب آخره جانب مهم في المشهد الثقافي الجزائري الشعب الجزائري شعب حر ولطالما عبر عن صهاره مع قضايا أمته العربية والإسلامية بالمواقف العصيلة بدي أن الآن أمام هذه الحرب الظالمة التي يقودها الكيان الصهيوني اللقيطة تجاه شعبنا وأهلنا في فلسطين وخاصة في غزة كيف تعامل كيف تفاعل الأدباء والكتاب في الجزائر مع هذا المشهد الدامي في فلسطين بالعفوية الجزائرية المحهودة والاندفاع اللامشروط نحو القضية الفلسطينية وعلى فكرة وهذا شيء ليس سرا الفلسطين في المجدان الجزائري عقيدة عقيدة وهذا شيء هو محل إجماع وربما لم تجتمع كلمة الجزائريين على قلب رجل واحد كما اجتمعت على فلسطين ولم تنتظر هذه الفرصة حتى يظهر هذا الاندفاع وإنما الأمر الآن تفاقم وتمظهر بتمظهرات مختلفة ندوات ولقاءات وكتابات وفي معارض الصحافة المرئية والمسموعة وما فاحتلت فلسطين القضية مختزلة في غزة المقتلة الآن احتلت المشهد الجزائري بحذفره أكثر من هذا وما فيش داعي أن نتحدث عن الإبداع أقول عن الإعلام وما إلى ذلك حتى في يوميات الجزائري في يوميات الجزائري في البيوت في الشوارع في المدني معروف هذا طبعا لأن الشوارع هي الفيصل والحكم الآن وهي التي يعني تعطي صورة واضحة عن عن ثورة الشعب الجزائري تجاه ما ما يجري لكن أنا يعني سألتك عن المشهد الأدبي المشهد الجماهيري واضح يعني المواطن الجزائري مشهود له دائما هو منصهر مع قضايا أمته العربية والإسلامية معروف على مر تاريخ الحديث أو التفاعل العصري الآن نعم وحضرت قلت أنه كل المجال الإعلامي المجال الأدبي المجال الفقايفي كله منصهر مع هذه القضية نعم هناك جانب آخر حقيقة بدي أن أيضا انصلت عليه الضواء وحضرتك تتقن اللغة الفرنسية وأنت عضو فريق بحث في معهد اللغات والحضارات الشرقية بباريس بدي أن يعني أولا نطلع على طبيعة النشاطات التي يقوم بها هذا المأحد وهل كان له مشاركة معروفة الآن طبعا الأغلب الدول الغربية التي حكوماتها تناصر ظلما وعدوانا العدوان الصهيوني لكن الجماهير بدت ترفض هذا التوجه الرسبي وشوارع مليئة الآن في المدن سواء كانت الفرنسية البريطانية أمريكا إسبانيا تقريبا أغلب العالم الآن الجماهير رافض الموقف الرسمي لحكوماتها بدي أن انطلع هل كان لهذا المعهد معهد اللغات والحضارات الشرقية في باريس مشاركة في هذا الرفض الجماهيري هل كان له بصمة في هذا الميدان هو أستاذ محمد إذا سمحت لي نافذة صغيرة حول طبيعة هذا المعهد وماذا يكون تاريقيا هو واحد من المعاهد الشرقية الكبرى على المستوى الأوروبي حتى الغربي اتساعا إلى أمريكا في وزنه وفي مدته الشرقية وفي طرق إقباله على مكونات الشرق الثقافية والحضارية وعلى ما أنتجه يعني ما خرجه من أعلام فرنسية تخصصت في شؤون الشرق بدأت من سيلفستر دوساسي وصول إلى مصينيون جاك بيرك أوني كوربان وهؤلاء كلهم ماذروا كلهم تخرجوا من هذا إنما لكل صار الموقع وتوجه وما إلى ذلك فهذا المحهد وهي معلومة موثقة ينطوي على مليوني عنوان في علوم الشرق ومؤلفاته وخصوبة عظيمة في هذا هو واضح يعني هو منسج مع توجهاته أبقى استثمار هذه المواد كيف هو ومن أية طبيعة وما هي أفاق هذا الاستعمال تلك مشكلة أخرى وأعتقد أن الحصة لا تطرح هذا الموضوع فالمكون البشري للطلبة في هذا المحهد مهم ومهم جدا أقصد البشري الشرقي الشرقي الذي هو آت من الشرق زي ما كنت أنا هناك وما هو من أصول شرقية ومثلا موليدة بفرنسا أو التحق بها صغيرا وبعدين انتهى به مساره الدراسي إلى هذا المحهد وعلى فكرة ويأتيه الأبناء الشرق عن طواعية وعن رغبة وعن هدف وأكثر من صادفتهم في هذا المحهد ظلوا على شرقيتهم جميل سنكمل بعد الفاصل معذرة معذرة فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والمترجم الجزائري دكتور ياسين بن عبي دعودي لك دكتور ياسين كنت تحدث عن المعهد وعن الطلبة القادمين من الشرق للدراسة في هذا المعهد نعم وأنا أتحرز بلغة التعيين في تحديد الشرقية التي أذكر فهي شرقية بمعنى الشرق الأدنى الشرق الذي نحن جزء منه والشرق الأقصى غير مقصى من جغرافية هذا المكان فيه أفاق للثقافة الصينية وحضارتها للثقافة اليابانية وحضارتها وسائل مكونات الشرق الأقصى ما يعنينا وما يعنيه السؤال والشرق حتى نربط السؤال بظرف الحالي هي في النهاية مؤسسة فرنسية وخاضعة للقوانين الفرنسية والنشاطات التي يعتقد أنها تصطدم مع الهوية الفرنسية للمكان شبه ممنوعة على أن هناك تمرد وتعرف ذهنية الشرق غير مطواعة وغير سهرة للابتلاع فتكون هناك تحركات هكذا وإن أبت الإدارة وإن منعتها إلا أن ما يرافل في الشارع من مظاهرات لأبناء الشرق خارج مننا ومن جهات أخرى الذي علمته هو أن في عز منع السلطات الفرنسية المظاهرات لسالح فلسطين في باريس خرجت طلب الجزائريون بأعلام فلسطينية وجزائرية حتى وهم حملت الجنسية الفرنسية بأعلام بشكل واضح وصريح وصارخ تنديداً بسلوكيات المعروفة واندفاعاً نحو القضية الفلسطينية بشكل معلم إذا بقى هناك تظاهرات في دوائر مغلقة أو هذا الشيء لا أعلم وهو يسمح لي جميل التصوف في الشعر الجزائري المعاصر موضوع لافت وحظية باهتمام النقاد والدارسين في الجزائر لانفتاحه على سمات الحداثة ومواكبته للعصر يعني ما حقيقة يعني دائماً نتسأل ما سر التساء التصوف في الشعر الجزائري هو يا سيد العزيز الأمر يتعلق بظاهرة مرافقة في وجودها لوجود الإسلام من أول أيامه بالشمال الإفريقي بما في ذلك الجزائر وهذا كلام يقوله باحث الأفكار ومؤرخ الأداب وما إلى ذلك واحد منهم الفرنسي جون ديجو في صلب حديثه عن التجربة الأدبية في الجزائر ساقه مساق ما إلى الحديث عن التصوف باعتباره واجهة للنظر واجهة للفكر فوق أنه ظاهرة سلوكية إلى آخره وأثبت بما يمكن الموافقة عليه بل يجب لأن الأمر صحيح وتلك هي الحقيقة إلا أن إذا ربطنا أنفسنا بما ربطنا به السؤال التصوف الجزائر الحديث هناك ما يقال والتصوف الجزائر الحديث وصلته بالحداثة كذلك هناك ما يقال في نظري بشيء من التحرز لأن هناك حقيقة لا يجب الاعتداء عليها فهناك تصوف سلوكي تصوف العملي تصوف الأخلاقي له مواطنه وله فضاءاته وأعتقد أن السؤال لا يتجه إليه التصوف الذهني والتصوف الأكاديمي كما تعرضه للكتابات والمطرحات وما إلى ذلك هو موجود ولكن يعني هو ينظر إليه من زاويتين الزاوية التي التي منها أطلع أصحاب التجربة السلوكية فيه ناس نشأوا في مراكز صوفية وسلكوا مسلك المتصوفة وخرجوا إلى العلن بخطاب صوفي بنيته هي هذه إذن تأطروا وأطروا كتاباتهم في هذا الإطار ويعجبون هذا كثيرا وصديقك واحد من هذا الصنف نعم الصنف الآخر الذي هو دكتور ياسين مارك لاو فيكم شكرا على اللطف والصنف الآخر هم الراكبون موجة الحدثة الباحثون عن مكان في الشمس في ناس كثر يعني لا يمتلكون المؤهلات الكافية لصناعة الشاعر فيهم ولصناعة المثقف فيهم وللظهور إلى المشهد العام جميل إذن نتحدث عن عن تجربة صديقي في هذا الميدان وهذا المجال يعني أنت جمعت بين الخطاب الصوفي وبين الحداثة في الشهر حسب رأيل بعض النقاد لا سيما في ديوانك هنا التقينا ربابا وشمسا وشمسا إلى أي مدى يمكن للصوفية أن تنصهر في تفاصيل مفردات الحداثة بل إذا إذا سمحت لي وأعرف أنك تسمح لي الأمر في نظري على الأقل يقلب نعم فصعب على أي ظاهرة أن تمتص التصوف بخطابه بل العكس هو الذي يحصل للتصوف معايير نعم معايير باللغة المعيارية بها يقبل أو لا يقبل أن يفسح مجالا وزاوية لظاهر ما الذي حصل هذه المرة هو أن الخطاب السوفي أظهر نوعا من المرونة في القبول بما ينتجه غير السوفي أو فيما يتمظهر به غير السوفي نعم رحابة منه ويدخل في فلسفته القبول بالآخر والاستثمار في إيجابياته لماذا لا؟ لأن في النهاية ما التصوف إلا ظاهرة إنسانية تشكلت بتشكلات مختلفة ولكن هي في نهايته وفي عمقها جوهره البعيد ظاهرة إنسانية وكذلك الشعر الشعر حالة وجدانية حالة وجودية أقول يصحبها من الوجدان ومن أشياء أخرى القدر الكثير ولكنه حالة وجودية هذا هو المشترك بين التصوف كظاهرة سلوكية وثقافية وبين الشعر من حيث هو من هنا وجد بعض كتاب الشعر وغيره مجال إلى أن يبحثوا عن مكان لهم في الأرضية الصوفية وأحيانا وجدوها لأنك تقرأ لبعض الأسماء غير معروف لها أنها تنتمي وليس لها حتى هاجسة لانتمام وإنما وجدت بعض الطريق إلى التصوف من حيث هو حالة فرحت إليه واستدعت معجمها واستدعت يعني أفهم من كلامك أن الحداثة هي ذهبت إلى التصوف وهو كذلك نعم وهو كذلك لأن التصوف يرحل إليه ولا يرحل نعم جميل نعم تناولت فيها مفاهيم النقد الأدبي والنقد الثقافي يعني يبدي أن نطلع كيف التمايز بين أو مهالم التمايز بين النقدين النقد الأدبي والنقد الثقافي هو الميز واضح ولي أن الفاصل بينهما مكرس من من زمان من لدون نشأة الظاهرتين بالخصوص ظاهرة النقد الثقافي نقد الأدبي هو اختراق الظاهرة الأدبية كل بوسائله وطرقه ورؤاه وما إلى ذلك فيهم في النقاط قصد من انحاز إلى المدرسة القديمة أو المنعوتة كذلك المدرسة المصنفة ظلما الكلاسيكية الجاية من الموروث هذه كرست مجموعة من العناصر ومن العوامل المشكلة لبنيتها وانحاز إليها بعضهم وبعضهم أدار ظهره لكل ما هو مروث في إطار النقد الأدبي وحسبوا أن هذا الأمر في حكم الماضوية وما عاد يصلح للواقع وفيهم من مزال يعتقد بأن يعني أنت من هذا المنطلق تعتبر أنه هناك ظلم في وصف العدب القديم بالكلاسيكية هو هذا النعت لأنه لا يخلو من غميزة ولا يخلو من غرض من تغرض في تصنيف مشبوه ولن ليس آتيا من ثقافة إذن هو ليس وصف للمرحلة إذن هو القصد النساء نعم لأنهم لو قصدوا التوصيف للمرحلة لوجدوا بدائل من الألفاظ لش تقول الكلاسيكي أولا اللفظة مستدعات اللفظة واردة مستوردة ثم مستوردة مما فيها من من حمولة غربية من أناس أنا أجرم هذا التوظيف لماذا؟ لأنه مستورد من بيئات ثقافية لا تؤمن ولم تؤمن يوما ولم تؤمن يوما بما نحن عليه يعني واخترقوا منظومتنا على سبيل على سبيل الهدم كان في مشاريعها الهدم وما إلى ذلك ثم الناس الذين تأثروا هذا التوجه تأثروا تأثر عظيم إلى درجة أنهم استلبوا في بناهم الثقافية وحتى في هوياتهم وما يدخل في هذا المعنى لحساب هويات لن يستطيعوا أن يكونوها ولن يكونوا منها يوما ولن يستطيعوا جميل تقول في ديوانك الأخير دكتور حدائق المعنى عنوان الديوان الأخير حدائق المعنى تقول فيه إذا الشعر لم يلتفت إلى اللحظة الوجودية المؤسسة أو المؤسسة فليس هو بشيء فماذا عنيت باللحظة الوجودية لحظة الوجودية تحدثنا عن طرف منها قبل قليل التي هي رهان الشعر وألصق بهويته وتحديداته ومحدداته من شيء آخر ما الشعر في نهايته إذا الشعر لم يهزوزك عند سماعه فليس خليقا أن يقال له شعره هكذا نطق بها من نطق أبو تمام من أزمنا من أزمنا بعيدة إدراكا منه لما هي عليه حقيقة الشعر الحالة الوجودية الحالة الوجودية التي تبتعد بصاحبها عن الصناعة وفي الترتيبات النقدية يفرق النقاد قراءة المتخصصين أو أصحاب فضول بين من يتحدث عن ذات يعني ذات موجوعة تتحدث انطلاقا من معاناة ما بكل مفاهيم المعاناة وبين من كما قدمنا قبل قليل من يريد أن يصنع لنفسه أرضية ومكانا في الخارطة الشعرية العامة فيلجأ إلى طرق لا يفقدها من ذاته جميل يروح للصناعة في هذه المقدمة إذا هو لم يرسم كون الشاعر الداخلي بريشة الخصوصية المتجددة ابتعد عن حقيقته وانخرط في النظم الذي تناهضه التجارب الأصيلة إلى أي مدى جسدت حدائق المعنى هذا المفهوم يعني أنا أحس بالحرج أنه يصعب للمرأة أن يتحدث عن نفسه ولكن بلغة التجريد نعم بلغة التجريد أعتقد أن أن المتنبي لم يتحرج قال سير يعني عند الذي نظر الأعماء إلى أدبي وسمعت كلماتي من به الصمم يعني هو يمكن في حالة نشوى يجوز أن الإنسان يقول يقول هذا الكلام ثم أصحاب الالتفات المتطرف إلى ذواتهم يمكن أن يؤخذوا بهذا الهاجز هاجز تعاظم ويقولوا مثل هذا الكلام ويجوز أن هذا الكلام عنده ما يسمى في النقد بالمثير الصناعي نعم يمكن أن يكون محفز شخصي دفعه إلى هذا انتصاراً لذاته من منتقصيه أو ما يشبه هذا نعم لكن في التجريد في التجريد الذي يتحرك أو يريد أن يتحرك خارج الملكة وخارج الموهبة ما أسميه بالحالة الوجدانية الحالة الشعورية لا يمكنه أن يكون شاعراً كبيراً ولا يمكنه إذا كان إلا أن يكون مستنسخاً تجارب غيره إذا كان الإنسان ينفق من عمره ومن وقته ومن جهده في سبيل أن يستنسخ غيره هو لا يدرك هذه الموقع في نفسه فخيب عظيمة يعني والذين دخل التاريخ يعني إذا كنت تتحرج أن تتحدث عن حدائق المعنى ويعني زوايا الجمال فيه وكيف أنه يعني تفلت أو جسد هذا المفهوم الذي تحدثنا عنه قبل قليل الآن ماذا قال أنه قعد عن هذا عن هذا الديوان عن حدائق المعنى بحمد الله تعالى استقبل استقبالاً طيباً والذي أعرفه هو أنه وصل إلى أيدي أمينة بالمفهوم الثقافي نعم وبالمفهوم حتى الإنسان يعني وعرضوه في معارضهم بشكل يختلف من شخص إلى آخر وهذا أسعدني كثيراً وحدد يعني مواقع هذه التجربة بين صواحبها من التجارب جميل إذا نسمع مقطعاً من من حدائق المعنى مرحباً أنا سألنك أستاذ محمد حياك الله في نص نور لابنتي لأنها في حقيقة الحال مبعث لكثير من اللقطات في هذا الدوال وهناك قصيدة تحمل اسمها نور ويعجبني كثيراً أسلم عليها من هذا المنبر وأن أستفزها كعادة في الاستفزاء الأبوي نسمع ماذا قلت لنور إليك نور مدت إلي رؤى لا تكترث أبتي قالت وفي جفنها عمر بلا زمني كأنها الحلم لو للجرح من كفأت خلف المساء تدس الشمس في الوسني انظر هناك على مرمى مواجعنا أنا وأنت سماوات على فنني ونحن فيها وللأقدار موعدها روح إلى الله مجراها بلا سفني جميل هبت إلي مسافات مؤجلة أصداؤها وبعيد الصبح لم يحني لا سرب يحضنها إلا يدي ودمي والحلم من وهن ماضي إلى وهني من غير نور إذا أنت يؤرقني أنينها لبعيد الجرح يحملني جبنا سوياً أقاليم الأسى أملاً أن يفتح الغيب باباً غير مرتهني يا ربي لو سلمت آهاتنا زمناً هل تسلم الروح من مجهولها الدكني جميل جميل أحسنت 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 جميل حتى لا يدركنا الوقت من التجارب الإبداعية التي أنت قمت بها في ميدان الترجمة أنت ترجم ديوان الشعر الفرنسية جاكلين لامان يعني الديوان تحت عنوان أجنحة الحرية ودي يعني بإجاز تحدثنا عن هذه التجربة هي تجربة الترجمة من وإلى العربية يعني كان التوجه إليها قديماً وتعرف أستاذ محمد أنا من الجيل الذي أدرك أو التراوح بين الكفتين من النحية اللغوية على الأقل في الجزائر وسهل فعل الترجمة لدي أولاً الرغبة في ذلك يعني رغبة تقصد كفتين اللغة العربية والفرنسية وهو كذلك نعم يعني كان التراوح بين اللغتين رغبة ثقافية في الحقيقة ولإدراك ما يفوت المثقف العربي إذا لم تترجم له عيون ما يكتبه الآخر والعكس والعكس صحيح ولكن الأمر أخذ منحة آخر أيام الدراسة التي كان من مطلوباتها لاشتغال على النص العربي بالفرنسية نعم لأن الدراسة كما يعلم بعض الأصدقاء كانت في غير الجزائر وباللغة الفرنسية وكانت أساساً على النص الصوفي من أكثر النصوص تعقيداً أو من أكثر التجارب إشكالاً في بناء الفكرية نعم وفي نقلها إلى الفضاء الأكاديمي حتى تصل إلى الآخر وكانت رقاباً متشددة وأنا في طريق إنجاز عمل يناقش وبالصرامة التي تعرف الغربيين وبتشدد المعروف لهم إذن كان يجب الاشتغال على اللغتين لتحقيق هذا المأرب مما أسعف في نقل كثير من النصوص العربية جزائري وغيرها في الإطار الصوفي إلى الإطار الأكاديمي الذي الاشتغال عليه بالفرنسية فكان هذا جنب جنب آخر تجربة التي تفضلت بالحديث عنها جاكلين لالمان ويعنيني كثيراً لأن أشكرك على السؤال لأنه النص المترجم عين على المثقف الغربي الذي ينظر إلى غيره الفضاء العربي بصورة عامة والفضاء الجزائري بصورة خاصة لأن هذا النص نصها جاكلين لالمون ولد في الأزمة الجزائرية ومن خلاله بدعوة تعاطف مع المرأة الجزائرية التي في نظرها محرومة وماهيدة الحقوق ومقصوصة الأجنحة يعني أفهم الديوان أنه تناول حالة المرأة الجزائرية هذا هكذا وبعدين حاولت أن تنقل أمراً غير صحيح إطلاقاً وعرض على أيامي قبل أحد الناشرين وكان يعني أن ينشر العمل مترجماً في واحد من المعارض معارض الكتاب في الجزائر قرأت الكتاب ما أحببته ولكن الذي الذي لم أحبه هو الذي دفعني إلى استفزني في ترجمته لمحاولة تصحيح المفاهيم وحاولت أن أدقله شعراً بتقييداتنا الشعرية إذن ترجمت بتصرف لا مش تصرف كما هو لكن بالتعقيب بالتعقيب مع مقدمة تنبه إلى الخطأ الذي وقعت فيه وأرادت أن توقع فيه هذه السيدة لأن في نهاية المسؤولية التجارية النصوص كانت نثرية أم موزونة؟ هي بالشعر الفرنسي بالشعر الفرنسي بطرقهم في كتابة الشعر ولكن ما حولته إلى العربية بالعمود الشعري بالعمود الشعري وكان اشتغال عليهم مكلفاً جميل جميل سعدنا بهذا اللقاء الممتأ حضرتك موسوعة نتمنى لو أن الوقت يتسأ أكثر وأكثر حتى أنا استزيد لكن محددون بوقت شكراً لك أنا أشكرك سيد الحمد والمترجم والأكاديمي الجزائري الدكتور ياسين بن عبيد أشكرك جزيلاً وإذا سمحت في أقل من دقيقة أن أعرب عن امتناني وعن شكري الخالص لكل ما يتحرك في هذه الأرض وأساس هذا الفضاء الثقافي الذي أتاح لي أن أكون أنا أشكركم جزيلاً وأتمنى أن يتواصل الشرق والشرق بجميع طرق التواصل فالجزائر سحبكم يا سيدنا جميل نحن جناحان لا يمكن أن نطير إلا بإثنين شكراً لك شكراً جزيلاً شكراً لك دكتور ياسين بن عبيد شكراً لك أشكرك أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتعبة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى أستوذيعكم الله والسلام عليكم شكراً لكم شكراً لكم